هلا وغلا جمعنا لكم اليوم خمس ألعاب قدرت تتقن جو الأنيمي اللي هي مبنية عليها وتخليك تحسك أنك قاعد تعيش فيها لا تنسون اضعوا اللايك واشتركوا في القناة والحين خلونا نبدأ أول لعبة معنا هي لعبة Attack on Titan 2 هي لعبة مبنية على الأنيمي الشهير بنفس الاسم هو يعرف باسم الهجوم على العمالقة وفيها البطل إيرن قتلت أمه قدام عينه بواسطة عملاق وقرر أن يقضي لجميع العمالقة ميزة الأنيمي كان القتالات باستخدام أدوات تأرجح في الجو وفي اللعبة أقدرون يمحاكون نفس الإحساس وينظر الحماس الموجود في الأنيمي وفي اللعبة راح تسوي شخصية جديدة بنفسك وتخلي نضم إلى الفيلق مع الأبطال الأنيمي وراح تطور من نفسك وقدراتك وتحارب العمالقة نفس الأنيمي أيضا وتجير تلعب بقصص منفصلة أيضا وفيها تقدر تلعب بأبطال الأنيمي يعني اللعبة مخصصينها لعشاق الأنيمي ووضعوا كل شيء يقدرون عليه وإضافتنا لهذا كله فيها تطور اللعب تعاوني أونلاين تلعب مهمات مع أصحابك لعبة دراجون بول زي كاكورات هي لعبة مغامرات وأكشن أر بي جي للأنيمي الشهير بنفس الاسم وفي اللعبة راح تلعب شخصية جوكو وقصة الأنيمي تعيش كل الأحداث اللي صارت في الأنيمي وأيضا بتلعب باقي الشخصيات الرهيبين مثل بيجيتا وترنكس وغيرهم ورح تشوف كل مناطق اللي جت في الأنيمي وتعيش أفضل لحظات قتالية اللي صارت فيها أيضا وكذا شيء يميز اللعبة هي الرسوم اللي تحاكي الأنيمي خصوصا المقاطع السينمائية بإخراج رهيب وحماسي وضافوا عناصر أر بي جي بحيث تقدر تطور جوكو وتخلي تدرب على استخدام الحركات الجديدة والرهيبة وفي اللعبة أيضا تقدر أنك تدخل في عالم دراجون بول وتحمسك فيها سلسلة نارتو القتالية موجودة من زمان وكانت ممتازة في عهد جهاز الجيمكيوب وصارت محاولات كثيرة لإدخال نارتو إلى الجيل الجديد لكن ما أحد نجح فيها أكثر من سلسلة نينجا ستورم هي لعبة قتالية ثلاثية الأبعاد مع رسوم أنيميشن جميلة وطور قصة جميل رح خليك تعيش كل لحظات الرهيبة اللي كانت في الأنيمي خصوصا مع الإخراج السينمائي الرهيب وأكثر شيء ميز السلسلة هو وجود شخصيات كثيرة جدا من الأنيمي فيها وكل واحد فيهم لا طريقة لعب خاصة فيه لعبة Fist of the North Star Lost Paradise لا شك أن الأنيمي Fist of the North Star أو هوكتونوكن يعتبر من أكثر الأنيميات الشعبية وأيضا وضع الأسس في الأنيميات القتالية والتي تبعتها من الأعمال اللي جات بعدها وعلى أمر السنين كانت في ألعاب كثيرة للسلسلة مختلفة لكن الأفضل اللي أتقنتها هي كانت من نفس مطورين سلسلة ياكوزة الشهيرة واستخدموا نفس نظام القتال لكن في عالم هوكتو اللعبة أعطت اللعب أن يحس أن البطل كنشروا ويقضي على العداء والخصوم بإسخدام أسليب الهوكتو القتالية ورح تعيش لحظات الأنيمي وتتحدى الخصوم والشخصيات اللي كانت فيه مثل يودا، توكي، وري ورو وغيرهم الكثير وأخيرا معنا لعبة Dragon Ball Fighters متأكد أنكم تعرفون أننا لازم نضيفها للقائمة صح؟ ما ألومكم لأن اللعبة تعتبر أنجح لعبة مبنية على أنيمي حاسب تقييم موقع متاكريتك ومبيعاتها أيضا كانت جدا ممتازة إضافة للبطولات العالمية التي تتسوى فيها لها شعبية كبيرة جدا سبقوا تكلمنا في القائمة عن لعبة Dragon Ball فيها لكن الفرق هنا أن هذه اللعبة تعتبر رعبة قتالية بحتة من تطوير باقرة صناعة الألعاب القتالية Arc System Works المشهورين بتطوير سلسلات قلتيجير المشهورة وميزة اللعبة أنه في نظام قتالي ممتاز ومتوازن وهذا الشيء شبه مستحيل عادة في ألعاب القتالية المبنية على الأنيمي وإضافة أن وجود شخصيات كثيرة ومتنوعة وبتجدد مستمر والطور أونلاين ممتاز جدا إذن هذه كانت الألعاب اللي اخترناها لكم اللي تعجيشكم في جو الأنيمي في اللعبة عطونا رأيكم فيها وأيضا إذا عندكم ألعاب ثانية ما ذكرناها اكتبوا تحت في التعليقات كما معكم عند الشيحة ياتكم العافية ومع السلامة